السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كبير حال يا اخوان عساكم طبين ان شاء الله تكونوا بصحة سلام بل في خير اول شي صلوا على رسول الله اللهم صلي وسلم عليك يا رسول الله مقطعنا اليوم افضل قلتش تدبيل مستر بند لا نهائي بمساعدة صديق بلوحات مختلفة يعني ما راح تحتاج لوحة خاصة لا اطول عليكم في مقدمة المقطع همشي لا تنسون ان تشيكون على جميع الروابط اللي في الوصف وكذلك بظهر لكم رابط موقع كريمينل والرابط تحت في صندوق الوصف وكذلك بظهر لكم كود الاتم شوب فاتمن الكل يدعمني في فورتنايت واذا حاب تتابعني عن طريق السناب بحطر لك البر كود ظاهر امامك في الشاشة وبس هذا اللي كان عندي فقبل ان نبدأ لا تنسون الاشتراك والنشر اللايك ودستايك راح يعبر عن رأيكم في النهاية فخلنبدأ في خطوات الكلتش ورجعنا لكم مرة ثانية يا اسطير اول شي حاب اقول لكم عن مجر حقي وفرت فيه خدمات فاذا حاب تستفسر عن اي خدمة من الخدمات بحطر لكم الرابط تحت في صندوق الوصف راح اقول لكم متطلبات وبعدها راح نبدأ في الشرح اول شي لابد انت وصاحبك اللي بيساعدك في الخطوات تكون انت وهو في السفر خاص عشان مضايقات السيرفر العام وشي الثاني صاحبك اللي معاك اللي بيساعدك لازم يقلتش من عن طريق الشركة اللي هو قلتش نسخ سيارة من صاحبك يقلتش ويجيك هنا عندك ويكمل معاك باقي الخطوات نرفع الجوال ونكمل باقي متطلبات القلتش اللي راح نحتاجه والشيء الثاني راح نحتاج الارينا كذلك راح نحتاج الكراج الاول او الثاني او الثالث وتكون في احدى الكراجات من هذه ثلاث كراجات سيارة مستر بن وحدة اللي بندبل عليها سواء في البيتو او البيون او مثلا الكراج الرئيسي حلوين حلوي وما راح يختلف معانا نهاية والشيء الثاني اللي راح نحتاجه راح نحتاج راح نحتاج شاحنة البانكر وطبعا زي ما انتم عارفين دائما وابدا شاحنة البانكر البيتري لابد تخلونها عشان نقدر نحفظ نسخة المستر بن هذه هي المتطلبات والشيء الثاني اللي راح نحتاجه يا حبايب راح نحتاج سيارة اللي هي السيارة المجانية تكون عندك في اي كراج ما راح يختلف معاكم نهائيا في اي كراج عندك سواء اذا عندك مثلا انت مدبل ديليكسو يمديك تستخدم الدليكسو بالدالة المجانية عشان يزيد سعر المستر بن ويصير سعرها اعلى من السعر العادي المعتاد حلوين يا اخوان هذه هي اسطير متطلبات القلتش واللي راح نحتاجه كمان تكون عندنا اي دبابات يعني ممكن دبابين ثلاث دبابات ما عندنا اي مشكلة اهم شي يكون عندك دبابين عشان يقدر نستخدمها في الخطوات الان صعبي مقلتش او الحساب الثاني حقي مقلتش وجاهز انه يسوي معايا الخطوات اللي علي اسوي اول شي راح اطلب هي شاحنة البانكر تكون قريبة من الارينا خلاص ورح اطلب اللي هو دباب عندي موجود دباب يطير او اي دباب ما راح اختلف معانا نهيا اول شي راح نعلق على السعرقش مني والتاتشباد ونروح موتور سايكل كلوب وبعدها تعلق على التاتشباد مرة ثانية وتروح الموتور ساكل وتطلب دباب ثاني الان نجي بخطوات صديقنا اللي راح يسويها اول شي اللي علي يسويه انه راح يركب الدباب اللي يطير او الدباب اللي موجود عندك حلوين مو لازم او مو شرط الدباب اللي يطير الان انا راح اباعد كده ورح اكون قريب من باب الارينا حيث اني اقدر اطلب دباب ثاني وانه ما ينزل حسابي الثاني من الدباب اللي يطير راح نلاحظ ونشوف الان يخوان زمتوا شايفين راح مثلا نختار اي دباب راح نضغط عليه بالإكس وزمتوا لاحظين ما نزل صديقي او حسابي الثاني من او اللي هو الدباب خلاص كده خطواتنا مية في المية وامورنا ضابطة وقلتشنا الضابط مية في المية الان راح ادخل على الكراج اللي فيها المستر بين حلوين يا اخوان الان اللي عندي المستر بين اللي هي موجودة اما انك انت تختار اي مستر بين منها عادي ما عندكم اي مشكلة خلاص اي وحدة منها على سبيل المثال انا راح استخدم مثلا هذه المستر بين انا راح اضغط سهم يمين وروح عند كراج اتعديل ما راح نسوي ولا شي ولا نعدل دائرة وروح الخيارة الثاني نضغط بالإكس بعد ما خرجنا من الارينا طيب ركزوا ولاحظوا في اللوحة اللي عليك تسوي انك ترفع الجوال وتطلب من الميكانيك سيارة اللي هي ديليكسو او السيارة المجانية انا عندي سيارة مجانية وراح اطلبها من الكراج اللي موجودة عندي فيه انا عندي يعني سيارة ابا اخسرها يعني ما راح اختلف معايا اين كانت نوع السيارة او اين كان نوعها انا عندي مستر بين ولكن راح ادبل فوقها ما في اي مشكلة بس انا وريكم يعني للتوضيح كلها لوحاتها مختلفة حلوين وركزوا في ارقام اللوحات انا راح اختارها نختار او نقعد خمس ثواني واحد اين ثلاث اربعة خمسة ونضغط مثلت اول ما ينزل صاحبك او اللي ساعدك راح تتغير اللوحة بشكل طبيعي جدا هذه كده معناه لوحة نظيفة ما بقي لنا الا احنا نحفظ الميستر بين اللي عليك تسويه على طول تجي هنا سهامين وبعدها يكون كده نحفظت معاكم الميستر بين طبعا للعلم الشاحنة عندي فاضية راح اخذ الميستر بين هادي كده نحفظتها خلاص عشان ادبل للنسخة الثانية راح اوريكم الان بعد ما خرجت بهذا الشكل الان اللي عليك تسويه انك تضغط مثلت وبعدها الحساب الثاني اللي عليه يسويه انه على طول او اللي بيساعدك على طول راح يضغط مثلت يجي هنا ويضغط مثلت ويركب اللي هي السيارة حقتك الميستر بين حقتك الان انا اللي عليك تسويه اني راح اروح ابعد طبعا اخوان انا قد استخدم حسابين فاعذروني على التاخير البسيط هذا المهم الان راح ابعد بهذا الشكل ونفس الشي راح علق على التجباد واروح الموتورساكل واختار اي دباب ما راح اختلف معايا شوفوا الدباب اللي يطير موجود والدباب اللي اول طلبته موجود تمام راح نختاره ما راح ينزل صاحبي او الحساب الثاني من الميستر بين الان راح ادخل مرة ثانية بشكل بسيط جدا وعلى طول راح اروح الى المستر بين واختارها واكمل باقي الخطوات حلوية انا على طول يا اخوان راح ااخذ المستر بين بشكل بسيط جدا وبعدها راح اسوي نفس الخطوات ومثلث زنتوا شايفين موجود المستر بين عندي ما صار فيها ولا اي شي بلوحة هاب موجودة يعني الاصلية تكون موجودة في نفس كراجة سهم يمين دائرة والروح اخر خيار اكزد ذا ارينا نضغط اكس ونفس الشي اخوان اول ما اطلع على طول راح اطلب من الميكانيت سيارة مجانية او مثلا ديليكسو او مثلا عندك مستر بين تبدب بالفوق مستر بين ما عندكم اي مشكلة اهم شي تكون لوحاتها مختلفة تمام يا اخوان تمام الان راح اختار المستر بين اللي عندي حلوين بهذا الشكل وانتظر ثواني معدودة خمس ثواني وبعدين تخلي صاحبك اللي معاك يضغط مثلث بعدها تختفي وتتغير لوحة السيارة وازم تشافين لوحة هذيك كانت مختلفة عن هذي الان عشان نحفظها بشكل بسيط جدا على طول راح نروح يا اخوان نضغط ساهمي من عند الشاحن وتسمع تررر سامي تعليقون على الاكس وبكذا يكون يا اخوان نسخنا النسخة الثانية النسخة الاولى راحت وين مكان السيارة اللي انا طلبتها مكان السيارة اللي انا طلبتها وراحت مكانها ونسخة الثانية موجودة عندي في الكراج هذا اخر نسخة يوم تخلص من قليتش اخر سيارة يعني نسخت او دبلت عشر سيارات راح تحصل تسعة في الكراج ووحدة موجودة داخل الشاحنة وبكذا يا اخوان انا يكون انتهيت من المقطع فاتمنى اذا المقطع نال اعجابكم وكان عليكم سهل وبسيط لا تنسوني بالدعم واللايك والنشر والاشتراك واي سؤال او استفسار جميع الروابط في الوصف اشتركوا في القناة